تعالوا نروح للقطة كده من لقطات اللي احنا بننور عليها لانه شايفين ان فيها مشكلة ودي الحقيقة مش مشكلة انا في رأيي ان فيها كرسة انتو فاكرين الازمة اللي حصلت لي الاثنين من مغني المهرجانات والاغاني رضا البحروي وحسن شاكوش كلام ده كان من حوالي 3 اسابيع تقريبا وعشرين يوم حقا كده الازمة انه شاكوش طرع على المسرح وقعدي التاريق وعمل وصلة رتح يعني لرضا البحروي عشان كان داخل عليه وفاكرين الازمة يعني مهم تحقيقات نقابة المهنة الموسيقية قدت في النهاية الى وقف رضا البحروي اعتقد شهرين متهيقلي والغاء تصريح مزولة المهنة لحسن شاكوش ده القرار بتاع النقابة ويحترم واعتقدنا او انا اعتقدت انا واعوذوا بالله من كلمة انا اعتقدت ان هذه العقوبة وهذا القرار حيبقى لمبة حمرة في وش الاثنين او جرز انذار في وش الاثنين او قرصة ودن للاثنين عشان اللي حصل ده ما يتكررش فجئت الحياة فجئت ومع الفجأة الصدمة بتصريح لحسن شاكوش من يومين ثلاثة واعتقد انه كان طالع مع زميلي عمر قديم لو انا ذاكرتي مظبوطة يعني وبيعقب بيعقب على قرار النقابة بيالغاء تصريح على العمل فبالتالي ما ممنوع من الشغل قال لي بقى شاكوش قال حكتين الحاجة الاولانية ماشي التانية بقى هي الكارسة الاولانية قال انا حالي واقف انا ما بشتغلش وحالي واقف ماشي عدك العيب طبيعي طبعا ما فيش مركزة ومجازة طبيعي ان الحالكي بقى واقف اللي قاله بقى التانية قال ايه قال ما عني ما ارتكبتش جريمة يعني وهي دي في رأيي المتواضع الجريمة الجريمة يا شاكوش ان انت لسه مش شايف ان انت ارتكبت جريمة الجريمة يا شاكوش ان انت شايف انه اللي عملته ده عادي الجريمة يا شاكوش انه بالمنطق اللي انت في ده لو اللقابه طلعتلك تصريحه هنا تاني هتعمله تاني انت شايف ان انت ما عملتش حاجة ما عملتش جريمة يعني ايه وجع الدماء ده وتوقفوا حالنا وتلغوا تصريحنا ليه عملت ايه انا علشان كل ده يعف الجريمة يا شاكوش ان انت مش مقدر قيمة خشبت المسرح اللي انت واقف عليها الجريمة يا شاكوش ان انت مش مقدر يعني ايه كلمة فنان والفنان ده رسالة وقيمة وقدوة ورمز ورسالة ومعنى ووطنية وكل حاجة قبل ما يبقى كلمتين في اغنية الجريمة يا شاكوش ان المسرح ده انت مش واخد بالك مين القامات اللي وقفت عليه قبلك الناس اللي كان بتوقف على خشفة المسرح تقرأ قرآن نص ساعة وتقرأ الفتحة والمعوزتين وصورة يسين وتبقى واقفة الف لانها في قدس الاقداس في الفن خشفة المسرح ده قدس الاقداس المكان اللي بيديك شهرتك ونجوميتك وحب الناس والفلوس وكل حاجة لازم تحترمه ولازم تحترم المكان اللي انت واقف عليه اللي فيه الملايين بيتفرجوا مش يتحول الى انه وصلة رتح واشارات وايحاءات بذيئة ما ينفعش تتقلع القهوة ما بالك ما بتقلع على مصرح وفي ايدك المايكروفون وقدام جماهير هي دي الجريبة فانو انت يشاكوش لحد النهاردة مش عارف ان انت عملت حاجة غلط يبقى دا الغلط وهنا انا مقدرش حتى لو انا متعاطف معاك على مستوى وقف الحال او ان القرشين وقفوا او السبوبة وقفت او الافرح وقفت او كذا مقدرش اتعاطف وكلم نقابة دلوقتي اللهم ما عليش سمحوه بقى يقللوا الكذا او كمان شوف فترة دول الرغاء لان انا شايف انك متعلمتش من القطأ دا انت طالعوا بتقول ما ارتكبتش جريمة يعني فارجو من اصدقاء شاكوش واذا كان فينا صحين بيسمع لهم يقولولو لا يا شاكوش لا يا شاكوش الضربة ما بقاش كده لا يا شاكوش اللي حصل دا جريمة والدنيا اتقلبت عليها وكلنا حتى لو بنحب اغانيك بس نرفض هذا السلوك وكلنا مش حنسمح ان المصرح خشبة المصرح المصري سواء كان بتقدم عليها تمثيل او غنى تتحول الى اردغانة مش حنسمح لان دا الاعلاقة بشكلنا وصورتنا قدام الوطن العربي قدام العالم والقوة النعمة اللي احنا بنحافظ عليها اللي هي لها علاقة بتأثرنا وثقافتنا وحضارتنا خدوا بالكو الغنى المبتذل الغنى المختذل تغييب للوجدان والعقول الفن الهابط خطروا لا يقل عن خطر المخدرات وكفاية نغيب عقولنا اكتر من كده